سبع خير فوايد فيتامين دال فيتامين دي أو فيتامين دال وفوائده العجيبة لصحة جسم الإنسان فوايد فيتامين دال للمرأة الحامل فوايد فيتامين دال لصحة الرجل فوايد فيتامين دال للأطفال فوايد فيتامين دال للنمو فوايد فيتامين دال لصحة القلب فتامين دال من الفيتامينات الجميلة جدا لو عايز تعرف معلومات عن فيتامين دال وفي ويده العجيبة تابع معنا الفيديو وارجع للكم تاني معاكم دكتور ماجد المنقباتي قناة طب وتنمية بشرية اخوكم بكيروس طب عن شمسة 91 بيستيم العلماني 699 وبشكركم من كل قلبي على اهتمامكم ونشركم بالفيديوهات واللايكات والاستفسارات حتى التعليقات اللي الناس وتمتقدني فيها متقبلها بصدر رحب ونحسن من نفسنا على قد ما نقدر وبنستفيد منكم ارجع للموضوع فيتامين دا الحقيقة كنا عملنا اكتر من الحلقة قبل كده عن فيتامين دال وقلنا اسباب نقص فيتامين دال والاكلات اللي موجودة فيها فيتامين دال اللي ما شافهاش احطله الرابط بتاعها سواء في الانفو فوق او في صندوق الوسط اما فيتامين دال نفسه بقى وفوايده العديدة فهو موضوع هذه الحلقة حضرنا لكم ببساطة فوايد فيتامين دال لكل اعضاء الجسم ولكل الناس سواء الست الحامل او الاطفال او الرجال او كبار السن فوايد عديدة جدا وليه فيتامين دال مفيد وليه فيتامين دال كمان ضروري نشوف كده مع بعض الفيلم التسجيل الطبي اللي احنا محضر لنهاركم في القناة فوايد فيتامين دال عديدة جدا وزي ما قلنا في المقدمة هو فيتامين حيوي لصحة الجسم ويحتاجه الجسم تماما لان هو اصلا فيتامين بيذوب في الدهون وبينتجه الجسم احيانا واحيانا بنحتاج ان احنا ناخده من بره طب ايه بقى المصادر اللي احنا بناخد منها فيتامين دال يعني ايه المصدر اللي احنا بناخد منه فيتامين دال مصادر فيتامين دال هنأتبرهم تلات مصادر المصدر الاولاني ان احنا في بعض المأكلات في الغذاء اللي فيها فيتامين دال ودي مش هطول فيها كتير لان احنا عملنا حلقة بالكامل عن الاكلات اللي موجود فيها في فيتامين دال وقلنا ان فيتامين دال موجود في السلمون والسردين والمكريل وبعض الخضروات والمشروب وطبعا في اللبن وفي الجبنة يعني فيتامين دال موجود بالنسبة للأطفال المصدر الثاني بقى اللي هو اللي بينتجه الجسم وده نوعين يعني ده مصدر الثاني والثالث النوق الأولاني لما الجسم بيتعرض لأشعة الشمس بيحول مادة فيه لفيتامين دال والنوق الثاني اللي هو بينتجه الجسم الواحده في الحالتين ندخل بقى في الفوائد الأهم حاجة وفايدة لفيتامين دال اللي هي لا تعود انه بيساعد في امتصاص الكالسيوم والفوسفور في الأمعاء حتقول لي طبقى دكتور ده أهميته ايه أقول لك يا حبيبي ان ده بيسهل من بناء العظام بالنسبة للكبار وبالنسبة للأطفال فالفايدة كبيرة جدا في هذا الموضوع لأن العظام لن تنمو في عدم وجود فيتامين دال مش كده وبس ده ليه فوائد كتير مثلا أثبت الدراسات الجديدة انه يقلل من نمو الخلايا السرطانية تخيلوا يعني فايدة كبيرة جدا كمان في حالات البرد والالتهابات واللي عنده خراج إلى آخره يقلل من حدوث الالتهابات ويقلل من فرصة تمكن الالتهاب من جسم الإنسان موجود زي ما قلنا في بعض الأطعمة مش هاخد فيها بالتفصيل ولكن غزوا أولادكم باللبن ما تقوليش طفل بيحبش اللبن لا ده غزاء أساسي بيه بالنسبة له انه حيبني له عظامه كمان تعرض للشمس دي برضو مشكلة عندنا في وطننا العربي يقولك لا أنا لفل في الود عشان ما يجولوش برد عشان ما يجولوش دربة شمس لا عرضوا للشمس الصبح بدري أوي أو شمس ما قبل الغروب دي أحسن وقت ان الجسم ينتج فيه فيتامين دال وفتكروا ان في بلاد كتيرة ما عندها الشمس وإحنا في وطننا العربي مليانة شمس فإحنا نستفيد من الشمس حرام ان يبقى عندنا أمراض نقص فيتامين دال وإحنا عندنا كمية الشمس الكبيرة طب لو البلاد دي بقى اللي متوفرش فيها الشمس لو انتم عايشين في بلد من البلاد دي لازم بقى ناخده كمكمل غزائي لو ثبت نقصه في الدم مااخدش من مخي لو الدكتور قال لي عندك نقص فيتامين دال وثبت في تحليل الدم يبقى ناخده كمكمل غزائي وحاجة للنقطة دي بعد كده كمان البشرة الصمرة تحتاج كمية أكبر لفتامين دال ليه بقى؟ المفروض العكس لا البشرة الصمرة محتاج كمية أكبر بسبب وجود صبغة الميلانين صبغة الميلانين دي جماعة اللي هي النقطة السودة اللي موجودة في البشرة دي دي محتاجها الجسم تماما علشان ان هو بتديله لون البشرة لو هي كتيرة بيبتدي يقل تأثير فيتامين دال وتأثير أشعة الشمس لذلك البشرة الصمرة تحتاج أكثر مش كده وبس ده سبت كمان انه بيساعد في نمو العضلات يعني مش العظام بس كل عضلات الجسم بالذات في مرحلة النمو محتاجة فيتامين دال ويهي تاني كمان عضلة القلب القلب بقى في مستقبلات في العضلة بتاعته مخصوص شايفين نقطة السودة اللي في نصر القلب دي دي بتستقبل فيتامين دال وتحتاجه لحركة القلب ويهي بتحتاجه عشان عضلة القلب تشتغل يعني زي مونا القلب عضلة وبيقوّل عضلات وكمان يساعد على صحة عضلة القلب وده بيدي تأثير حلو جدا بيساعد في تنظيم حركة القلب ضربات القلب يخلي النبض منتظم بدون أدوية ووجود فيتامين دال يخلي النبض منتظم بدون أن يأخذ أدوية عشان تنظم ضربات القلب لا فيتامين دال بيساعدك في تنظيم ضربات القلب وموجود في أغزية كتيرة جدا طب احتياجنا اليومي بقى قد ايه احتياجنا اليومي ما تتخطوش من رقم لأنه هو رقم عالمي ووحدة معينة ولكن احنا بنحتاج بقى يختلف الأمر بالنسبة للرجال والسيدات عن الأطفال وعن العواجيز احتياج اليومي بتاع الإنسان بيتامين دال الأطفال ستلاف وحدة يومية وده ما يعادل خمستاشر مايكرو جرامي يا جماعة حاجة صغيرة قوي بالنسبة للرجال والستات البالغين بيحتاجوا كمية أكتر شوية توصل لتمن تلاف في العواجيز خالص منهم مع التعرض ولو بنسبة قليلة جدا لأشعة الشمس عشان نخلي فيتامين دال ده اللي دخل الجسم يشتغل ويدي وظيفه الحقيقة يعني في ناس كتير جدا بيعانوا من نقص فيتامين دال وأصبح من أمراض العصر ومن أسباب وأعراضه عملنا حلقة مخصوص أحط لكم الرابط بتاعها برضو في آخر الفيديو عن أعراض نقص فيتامين دال وقلنا كل ما أشعة الشمس تقل كل ما هتبقى المشكلة أكتر بالنسبة للناس وأنتو لو في البلاد دي لازم بقى تاخدوا الكمية اللي انتو محتاجينها بالنسبة كويسة مع إرشاد الطبيب لأن في حوالي بليون بني آدم في العالم عندهم نقص فيتامين دال ده نسبة كبيرة جدا بالذات في البشرة البيضة ثبت في أمريكا مثلا أنه 20% من الناس اللي بشرتهم بيضة عندهم نقص في فيتامين دال فإذا موضوع فيتامين دال ده ما يتخذش كده ببساطة ليه بقى؟ لأن دلوقتي في الدول المتقدمة ابتدت تظهر أمراض غريبة جدا ابتدى الكساح يرجع مرض الكساح ده اللي كان اختفى من العالم ابتدى يرجع أمراض الأرزام كترت الكسور كترت الكبار عندهم هشاشة أرزام كترت كل ده بنقص كالسيوم ونقص فيتامين دال وبنسبة الكالسيوم عملنا برضو عليه حلقة هو الماغنيسيوم مشارحنا إزاي هو مفيد جدا للجسم بتنساش إنك لازم تستشير الطبيب قبل ما تاخد أي خبوب ما تاخدش كبه بل بعش خبوب يعني عشان ما يبقاش الصحة متتعبش بسرعة وعلشان إرشاد الطبيب لممكن يبقى عندك مرض تاني يعارض وجود فيتامين دال دايما نستشير الطبيب ودي كانت فكرة عن فوايد فيتامين دال لكل أعضاء الجسم طب هل فيتامين دال ليه أضرار؟ دال حنعرفه في الحلقة الجاية مستني أسئلتكم ولايكاتكم وصف صارتكم كان معكم ماجد المنقباتي طب وتنمية بالشغل